مواقف دولية تعبر عن القلق حيال الوضع الناشئ في أرخبيل سقطرة فقد أكدت كل من بريطانيا والولايات المتحدة ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية وأعربت تركيا من جهتها عن القلق بعد إنزال جنود إماراتيين على أرخبيل سقطرة الموقف البريطاني جاء على لسان المتحدث باسم البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة التي أوضحت أن بلادها تتابع عن كثب الوضع في جزيرة سقطرة اليمنية فيما كانت الخارجية الأمريكية قد أوضحت في بيان لها أن واشنطن تتابع عن كثب أزمة الوجود العسكرية الإماراتي في جزيرة سقطرة وأنها تشارك جميع الأطراف هدف تعزيز السيادة اليمن وسلامة أراضيه والحاجات إلى الحوار وخفض التصعيد إدراكا منها بأن اليمن لا يحتمل مزيدا من الانقسامات وعلى المنوال ذاته جاء بيان الخارجية التركية الذي دعا كافة الأطراف إلى احترام الحكومة اليمنية الشرعية وتفادي أي عمل من شأنه زيادة تتعقيد البحث عن حل للأزمة الراهنة البيان عبر عن قلق تركيا للتطورات الجارية في سقطرة والتي قال إنها تهدد مجددا وحدة أراضي اليمن وسيادته يأتي ذلك فيما يحاول التحالف تدار كمأزاقه الناشئ في سقطرة عبر زيادة مساحة الحركة البروتوكولية للرئيس عبد ربو منصر هادي ونائبه في الرياض الذي يعد بحكم المقيم إجباريا بعد رفض التحالف عودته إلى العاصم المؤقتة عدن في وقت كان الجميع ينتظرون فيه نتائج زيارة اللجنة العسكرية العليا السعودية إلى سقطرة فيما تشير التوقعات إلى أن مهمة اللجنة قد باءت بالفشل فزيارة الرئيس ونائبه لقيادة القوات المشتركة لا تعني أنه صاحب القرار في صيرورة المواجهات المسلحة في بلاده وليس بوسعها في نظر المراقبين تبديد المخاوف حيال الخلافات التي تزداد عمقا يوما إثر يوم بين السلطة الشرعية والتحالف نجحت الحكومة اليمنية مرتين مرة حين اختارت سقطرة لمواجهة مفصلية مع التحالف أساسها وجوهرها سيادة الدولة اليمنية على أراضيها ومرة حينما صعدت موقفها إلى الأمم المتحدة لتضع بذلك سلوك الإمارات تحت مجهر المجتمع الدولي ولتنهي بنظر المراقبين مرحلة من السلوك المريب للتحالف الذي استهدف خلق واقع جديد في اليمن على حساب شرعيته ووحدة شعبه وترابه الوطني